سلام المسيح مشاهدين الأحباء برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقة النهاردة هتكون بعنوان الوعي الديني بين الحرية والفوضى ايه موضوع الوعي الديني؟ اللي أزعج الشيوخ أو شيوخ المسلمين في الأسابيع الماضية بشكل كبير قوي طب نسأل يعني ايه وعي؟ يعني ايه وعي ديني؟ أو يعني ايه وعي أصلا؟ الوعي هو الفهم والإدراك إنك تفهم تبقى وعي يعني عارفين حتى كلمة وعي دي أقولك أنا وعية لللي بيحصل يعني أنا واخد بالي أنا شايفة كل اللي حوالي أنا شايفة الناس بتقول إيه أنا شايفة الخطوات اللي بيعملوها إيه تبقى فاهم تبقى شايف تبقى بتدرس اللي حواليك مش بس كده تبقى بتدرس نفسك وإمكانياتك وتصرفاتك ونتائج تصرفاتك الإنسان العاقل يجب أن يعيش في حالة وعي دائم في حالة فاهم دائم أو محاولة للفاهم الدائم في تعريب بسيط للوعي في علم النفس بيقول كده إنه شعور الكائن الحي بما في نفسه وما يحيط به يعني ما ينفعش تبقى حاسس بنفسك بس لازم كمان تبقى حاسس باللي حواليك من حولك وما حولك في المفهوم الأوسع يعني في بيتك مراتك جوزك أسرتك المجتمع الدولة العالم لازم المفهوم يبقى واسع في حياتنا من يبقاش بس منغلقين على مفهوم صغير تربينا عليه نشأنا عليه أو على طريقة معينة تربينا ونشأنا عليها عارفين يعني الكائن الحي الحيوانات السمك الطيور لازم يكون عندهم حساسية لللي بيحصل حواليهم يعني حتى ولو هو كائن غير عاقل عنده إحساس وفهم لما يحدث حوله حتى يتفادى أنه يتاكل فالحقيقة أنه يعني المثل ده قريب جدا من مثل الإنسان اللي ما هوش واعي للحواليه ولا يفهم اللي حواليه فيتاكل مش يتاكل إنسانيا لكن يتاكل يعني حد مثلا يكل حقه لا حقك في الحياة بيتاكل منك لو أنت مش واعي حقك في الاختيار والتصرف والعيشة كإنسان محترم بيتاكل منك لو ما أنتش واعي دي مشكلة ومشكلة كبيرة يعني العالم كله بيتكلم النهاردة وأنا شايف أنه فيه اتجاه كبير في العالم الإسلامي دلوقتي والعربي أنكم تديتوا تتكلموا شوية عن موضوع الوعي بتفتح أكتر فيه وعي ذاتي وفيه وعي مجتمعي وفيه وعي جمعي وفيه وعي ديني دي كلها عبارات كتير بنسمعها يعني تتكرر حوالينا لكن المهم هل إحنا بنتوقف لنفهم مدى تأثير الفهم الوعي في حياتنا على حياتنا كأفراد وكمجتمع ولا لا اللي بيسمعني النهاردة أنا بقولك لو أنت مش مدرك معنى أنك تكون واعي وصاحي مش عشان مصلحتك الشخصية فقط ولكن علشان المجتمع والبلد يتغير وينمو ويتقدم علشان نلحق بالركب اللي إحنا يعني الحقيقة وإعنا منه بقالنا كتير خالص لأننا مجتمعات منغلقة لا تفكر ولا تفهم الفهم أي الوعي بيعطي الإنسان حرية حرية عاقلة أما تفهم بيبقى عندك حرية أنك تفكر بشكل أوسع أما تفهم بيعطيك ثقل أكتر في اختياراتك وفهمك القلبي والعقلي والروحي فالفهم والوعي يعطي الإنسان حرية عاقلة مغيرة بتجددك كل يوم وفي جميع الاتجاهات وتجدد طقتك على التطور والاحتمال لما أما نفهم نفسنا ونفهم اللي حوالينا ونفهم عواقب اختياراتنا وبقى فهمة أنا بعمل الاختيار ده ليه وأنا وقفة أمامه ليه زي اختياري أني أترك الإسلام وأكون مسيحي أو أكون مع المسيح أو اختار الله اللي أنا شايفاه في المسيحية واللي أنا اختبرته وعرفاه في المسيحية لكل اختيار تبعية فكل الألام اللي وقت علي من 40 سنة لما قبلت المسيح أنا احتملتها بفرح أحيانا وبألم أحيانا وبوعي أنه هذا هو الواقع أحيانا لكن الفهم والحرية الآتية من هذا الفهم الذي غيرني أعطاني قدرة على الاحتمال الحرية والفهم والوعي يعطيك أنك تكون مؤثر في مجتمعك والوعي ده الفهم اللي المفروض أنه أنت يكون عندك وأنا يكون عندي ده هو أداة من أدوات التغيير في المجتمع هو أهم أداة الوعي هو أهم أداة من أدوات التغيير في المجتمع لكن الواقع في علامنا الإسلامي أنه عبارة الوعي أصبحت يعني من العبارات المرعبة جدا لطائفة من الناس وهم طبعا طائفة الشيوخ وعلماء الإسلام بكل أطيافة ليه بقى؟ لأنها بتهدد البناء الإسلامي وأصوله فلو فهمنا سألنا ولو فهمنا عرفنا أو قابلنا أو رفضنا وده شيء مرعب جدا ولو فهمنا هنفهم أن لنا اختيارات وعلينا واجبات الوعي هو العامل الأساسي لتغييرك وتغيير مجتمعك علشان كده أصبح يعني الوعي كلمة مرعبة جدا لشيوخ الإسلام لأنه أنت مش من حقك في الإسلام أن تغير أو تفكر أو تختار على فكرة أنت ليك الاختيارات العامة لكن ليس ليك الاختيارات أهم من الاختيارات الخاصة في معرفة الله في حياتك الشخصية إن اخترت أنك ترفض الإسلام تقتل حد الردة نقشني بقى حد الردة موجود والستات أو الرجالة لأ والرجالة أو والستات لأ وده كان بيطبق زمان وكل واحد بقى إيه يعني طلع لي اللي هو عايزه لكن الشيوخ بيقوله إيه إنه من بدل دينه فقتلوا عندهم يعني حاجة واضحة يقولك بقى المجاهر واللي مش مجاهر دي فلسفات ولكن في النهاية يبقى أنه ليس لك اختيار أن تترك دينك أو تفكر في من هو الله علشان كده الوعي هو بوعبع رجال الدين دلوقتي هو البوعبع اللي بيتكلموا عليه رجال الدين في منهم بقى إيه عندك طبقات ودي الحاجة اللي هنقشها النهار ده عندك طبقات عندك بقى الناس اللي برا المرتاحة المستخبية دول بقى بيتكلموا بمنتهى الانفتاح عن رأيهم في الوعي ورأيهم في التغيير ورأيهم في استخدام العقل في الإسلام واختيارات الناس والكلام ده كله دول بيقولوا اللوب بيقولك الحقيقة اللي موجود جوه المنظومة الإسلامية لكن الناس بقى مثلا عندنا زي شيخ الأزهر وحتى السلافيين دلوقتي اللي موجودين على الأرض بقى وإيه يعني حصل لهم عملية بيتشتوي كده ليه؟ لأن المنظومة الحاكمة النهار ده متفتحة وبتطالب بالوعي وبتطالب بالتغيير فعشان كده علشان بقى إيه يعني أرقض كده لحد ما الدنيا تتغير وبعد أن نطلع تاني نطلع السيوف ما بيقولوش كل ده تصريحا ولكن يقولوا متغطي يقولك يعني التقدم مهم والتفكير مهم ولكن هناك أصول في الإسلام لا يمكن لمسها هناك قواعد في الشريعة لا يمكن مش عارف إيه العامة لا يمكن إنهم يختاروا هكذا أوكي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأيام اللي فاتت كان أو السنين اللي فاتت منذ بداية رئاسته كان بيتكلم في موضوع الوعي بكل أنواعه كتير جدا في كل مقابلاته وحديثه والحقيقة يعني هو الراجل بيطلع كتير أو يلتقي مع الناس والشباب والممثلين والمبدعين والعمال وكل حاج ففي كل مرة تلاقيه لازم هيقول لمحة كده عن الوعي عن الفهم عن تحديث أو تغيير الخطاب الديني كلام ده كل من أسبوعين حصل إنه كان في مقابلة على التلفزيون مع المؤلف الدرامي عبدالرحيم كمال على قناة مصري والمؤلف عبدالرحيم كمال ده هو اللي ألف مسلسل القاهرة كابول اللي اتعرض في رمضان الماضي اللي مشافش المسلسل المسلسل كان يعني إطاره كده إنه بيتكلم على التطرف الديني وأهمية تحديث الخطاب الديني وبيوريك قطاع من المجتمع الحقيقة أنا شايفة إنه اندصر هو مش موجود لكن هو بيتمنى وجود هذا القطاع من المجتمع مثلا زي الأستاذ نبيل الحلفاوي في دوره هو الحكيم الحارة واللي بيرد الشباب للتفكير الصحيح ويبعدهم عن التطرف الفكري والكلام ده كله ولكن يحصل إن ابنوخته يبقى رئيس المنظمة الإرهابية في كابول ويبقى فيه يعني تضارب في أفكار المجتمع وبيوريك إزاي إنه التطرف الديني بيدمر المجتمع وبيدمر الأسرة والكلام ده كله وبيوريك طبعا يعني نمازج شجاعة بتتكلم عن التغيير وكده ولكن كلها مضغطية ب يعني غطى إنه هناك إسلام كيوت هناك إسلام لطيف نقدر نستخدمه ده مسلسل لكن المسلسل كان هدفه إنه يقول للشباب كده لا فيه إسلام أحسن من كده وما تتجهوش ناحية التطرف الدين فلما حصل موضوع أفغانستان ويعني إنه كان فيه تشابه في بين فكرة المسلسل واللي حصل دلوقتي في أفغانستان فاستضافوا المؤلف وفي خلال الحديث اتصل الرئيس السيسي وقال للمؤلف إنه بيشجعهم جدا إنه يعملوا يعني مسلسلات من هذا النوع ويعملوا أعمال درامية هادفة تصلح وتنمي الوعي في المجتمع فالحقيقة قبل ما نشوف الفيديو نحعرض لكم عدة فيديوهات من لقاء السيدة الرئيس مع المؤلف المسلسل يعني قبل ما نشوف ده عايز أقول لكم إنه حصلت يعني هزة من الكلام اللي قاله الرئيس السيسي لأنه قالت صريحا حاجات معمر الناجس معناها في المجتمعات المصرية وخاصة في القطاع السياسي منها يعني أو في القيادة منها بتتكلم عن الوعي الديني بهذا الشكل هو عمل هزة كبيرة قبل كده لما تكلم عن يعني تجديد الخطاب الديني ومواجهته لشيخ الأزهر وبالعهاله كده لكن بالعهاله يعني لكن دلوقتي هو بيتكلم عن فحص الأصول فحص الأصول وتبدأ بنفسك خلينا نشوف اللي قاله رئيس السيسي وبعد كده هنشوف ردود الأفعال على الأرض نحن قضيتنا قضيت وعي حتى في الوعي الديني اللي انت بتتكلم عليه أو اللي احنا بتتكلم عليه أنا داعم لأي عمل فني في المجال اللي احنا بتتكلم فيه هو بناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني ايه انشأت انك سمي وعي الديني أنا يعني مش هخش معك فنقاش يعني تطوير الخطب الديني أو تطوير الخطب الروحي مش هخش في القضية دي دلوقتي معك يعني لكن القضية كلها القضايا كتير الموجودة واحنا همنا ان احنا نحص ابنائنا وبناتنا شبابنا الصغير والكبير ويبقوا فاهمين كويس قوي الدنيا حاول منهم عامنا ازاي قضية الفهم فهم يعني فهم التحدي التحدي اللي هو التحدي اسقاط الدول ويبقى المناسبة ليش اسقاط انظمة دول نعم نعم لكن الخطورة كلها ان الدولة هي اللي يبقى الاستهداف الدولة تضعهم بره قال لهم كده بناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني والوعي الروحي على فكرة مش كتير من الناس عندها الوعي الكافي انها تفهم ان الدين ده شيء روحي دي علاقة روحية بينك وبين الله الوعي الروحي ايضا شيء مهم جدا لكن احنا بنتكلم على الدين كاطار لكل حاجة ولكنه ليس اطار لقلبك لما نكون بنتكلم على الدين كمنظومة وعمل ومتعملش وحرام وحلال كل ده منظومة تحدد تصرفاتك وهتاخد عليها كام وهتدفع عليها كام حسنات وسيئات لكن الوعي الروحي هو وعيك بوجود الله وحضور الله وانه يكون هذا ومعرفة شخص الله عشان ما تتبعش آلهة كاذبة فيكون ده هو اللي بيحركك من الداخل واللي بيعطيك حرية من الداخل لن تجد ذلك في الإسلام أبدا الرئيس قال انه هو عايز يدعم هذه القضايا لانها مهمة لتغيير الوعي عند الشباب لتنمية الوعي عند الشباب وقال انه قضية الوهم فيها تحدي كبير لانه اللي مش فاهم بيعمل مشاكل كبيرة لا تسقط نظامه ولكنها تسقط دول قال كده القضية انه بدون وعي تدمر الدول وانا هقف عند الحتة دي انا لا اعتقد ان الرئيس السيسي كان بيتكلم على حكمه الشخصي في هذه الفترة اسقاط نظامه الشخصي في هذه الفترة ولكن احنا يعني العائل يفهم انه اسقاط الدولة كان هيكون بلا جدال حادث اذا فضل الاخوان في مصر او اذا فضل الاخوان في الحكم لانه كل شيء يعني يتمسك او يتمكن كلمة التمكين دي مهمة او يا جماعة يتمكن منه المسلمين في قيادة الدول يبهدل الدول افغانستان بقالها يعني من من الاربعينات والخمسينات الى اليوم هي ليست دولة هي دولة في فوضة عارمة لان النزاع الاسلامي على السلطة لا يعني لا يهتم بشيء امامه يعني عارفين بولدوزر كده هيشيل كله حابل على نابل صاحي على ميت هيشيل كله ملهمش دعوة هل لم نرى الكلام ده بيتحقق في داعش دمروا البلاد اللي دخلوها تدمير حقيقي بقت ركام بقت رماد بقت بقت مباني مهدومة ونفسيات مهدومة وناس مدمرة وعرقيات انتهت لانه هؤلاء وعيهم الديني توقف عند قل ولا تقل واعمل وما تعملش وان الدين لله كله وكل الناس تبقى مسلمين والخلافة الاسلامية وتمكين الاسلام بس يعني انت ممكن تعد خمس ست جمل ممكن يمشوا القيادات الاسلامية الى الضمار الى الضمار دائما العراق سوريا ليبيا المعاناة الشديدة تحت هذه النظم الاسلامية اللي بتحاول تمسك الحكم لو لم ينقذنا ربنا يعني من وجود النظام الاخواني الاسلامي في مصر اللي كانت الان مصر شبيهة بكل البلاد اللي حواليها دي بالزبط 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 كنت حتلاقي الناس وقفين زي ما كان في وقتها الاسلحة انتشرت وبقى اي حد يطلع واحد يطلع يرميله كم انسان من فوق مبنى لانه ده كافر يلا رميه من فوق البلكونة وهكذا شفنا ولا ما شفناش والان نرى يتحقق على ارض الواقع القضية انه بدون وعي تدمر الدول الرئيس عنده حق لانه هو لا يحارب يعني من اجل بقاء نظام وهو يحارب ويفهم انه اذا دمر الاسلام افكار الناس تدمر الدولة بس شوف افغانستان حاصل فيها ايه النهاردة النهاردة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونكمل التعليم انا بتصور القضية الاهم ايه الوعي 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 بقى في فهم الشامل شئت انك سمي الوعي بالدين الوعي بالدين يعني يعني نستبع فهمة ان يعني احاولي كلمة تعبير فهمة كلنا اتولدنا المسلم مسلم والغير مسلم بالبطاقة باللي هو ورسها يعني ايو 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 الحد يعرف ان المفروض من احنا نعيد سياغة فهمنا للمعتقد اللي احنا مشينا عليه طب كنا صغرين مش عارفين اه طب كبيرنا اه طب ما فكرت ولا خيب تفكر اه الله الله خيب تفكر المعتقد اللي انت باشي عليه اه تتحى ولا غلب نعم عندك سنة تمشي في مسيرة آه بحث عن المصار ده حتى تصل للا الحقيقة نعم ايو يعني كلام كبير قوي تقال بصراحة كلام كبير قوي فعلا نتقال لكن احنا لازم نقف عند كل جزء من الكلام ده ونفكر اولا انا لو عديت يعني في خلال الكام دقيقة اللي تكلم فيها الرئيس السيسي مع المزيعة والاستاذ عبد الرحيم كمال يعني هذا رأقول انه هو قال كلمة وعي دي لو عدتهم بس كم مرة حيطلعوا كتير قوي بصراحة يعني اوكي ليه لانه هو مهموم بدا والحقيقة انه ده لازم يكون همنا احنا الوعي يعطيك حرية زي ما قلنا وعدم الوعي يعمل فضة المسلمين بقى بيقولوننا العكس تمام يعني اما مثلا بيقول انه الوعي في الدين ده حاجة مهمة وانا هقول بيقولك كده انا هقول تعبير صعب قوي كلنا تولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي بالبطاقة المفروض ان احنا نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي احنا ماشينا عليه هقف عند الحتة دي هو ما بيتكلمش عن بس المسلمين هو اجمل المسيحي والمسلم هو بيقول الانسان فكر حط بقى كلمات الرئيس السيسي على جنب وخلينا نفكر في المفهوم ذاته احنا كبرنا على اننا لما نتكلم في الدين ولما نسأل في الدين اترد علينا يا ابني هي الدنيا فوضى ما هو ربنا قال كده لازم تمشي عليه وخلاص ما تسألش انت ليك سواب الطاعة وهكذا فما بنفكرش احنا بنعمل ايه وحتى وهقول حتى عند المسيحي المسيحي الذي لا يفكر في حياته الشخصية وعلاقته بالله والافعال والاقوال والحياة اللي بيعيشها مع الله كل يوم ما ينفعش دي مش حياة مسيحية الحياة المسيحية اساسها فحص النفس اساسها التوبة الدائمة اساسها التغيير والنمو النمو فيعني ده المثل المصغر عند انسان لو طبقته بقى على المجتمع هتلاقي انه الفحص والسؤال ومحاجات الناس اللي حوالينا ولما يقول الله يعني انه يعني هاتوا اسئلتكم اطرحوا علي اسئلتكم الكتاب المقدس فيه كده الله بيقول كده اطرحوا علي اسئلتكم فدي من اساسيات العلاقة العاقلة العلاقة اللي فيها اختيار وفعل انما احنا بقى كان بيتقلنا لا ما تفكرش انت احمد ربنا انك مولود مسلم وهكذا لكن العبارة بقى اللي بعد كده اللي قال احنا كنا صغيرين مش فاهمين دلوقتي اكبرنا نفكر بقى الواقع اللي حوالينا في العالم الاسلامي انه او خلينا نفكر بس في مصر نحن نخاف ان نفكر افكر في اي حاجة الا المعتقد الديني انا لا استطيع ان يكون عندي شك كده داخلي ان تبقى قاعد يعني الكلام ده يطبق علينا جميعا انت قاعد في قاعدة وانت رأيك انه مفيش اله تخاف تقول ان انا انا مش مؤمن بوجود اله لانك هيتقلق انت كافر وحيبقى ياخده منك جنب ومحدش يجوزك عياله وهكذا بنخاف نتكلم علشان هيحكم علينا فبقى نخاف نفكر دي بقى يعني البرمجة اتبرمجنا على ان لا نفكر فانا نستطيع ان احنا نختار فيبقى يبتدي الاختيار من الدين انت مش قداش عارف تختار انت مش قداش تختار دينك انت مولود كده بس المسيحي بقى ممكن انه يختار ويبقى مسلم ده ما عندكوش مشكلة فيها ابدا ولا اليهودي ولا اللاديني ما عندكوش مشكلة فيها مش الدين لله كله بقى في الحتة دي لا هو الدين الاسلام بس هو الدين الاسلام بس لله لكن اي انسان تاني عنده اختيار تاني لا وده خاطئ لانه اختيار معرفة الله يجب ان يكون عن وعي وفهم واختيار واسرار ومحبة ويعني اشتياق لكن من يشتاق لدين بهذا الشكل بصراحة يعني فاللي قاله السيد الرئيس قال انه يعني انا لازم افكر ده صح ولا غلط هل انت عندك استعداد تمشي في مسيرة بحت حتى تصل الى الحقيقة يا جماعة يعني انا بصراحة عمري ما بحست في الاسلام قبل ما ابتديت اشوف حياة امي مع المسيح وابتديت اقرأ الكتاب المقدس ما بحستش وقلت لكم قبل كده مكتبة قد كده مليانة كل كتب كتب الأصول لكن ما بنلمسهاش لكن لما نبحث نجد ايه بقى نجد كل العوار اللي في هذا الفكر اللي ادى الى الظلامية في حياة المسلمين وتأخر العالم الاسلامي وتأخر الانسان الانسان في الاسلام ليس من حقك اللي قاله سيادة الرئيس كلام كبير هو كلام كبير بس مش كبير علينا لانه هو كبير على الناس اللي بيترعبوا منه لكنه مش كبير على الانسان اللي عايز يختار ويفكر ويغير حياته ويجد الله حقا يا سيدي روح لقي ربنا في الاسلام زي ما انت عايز بس يبقى فاهم وعارف انك تتبع اله حقيقي وانت موافق على كل بيقوله ادرس اللي جوه شوف يستقيم ولا لا يستقيم مع فكر الهي خلينا نشوف بقى ردود بعض الشيوخ اده جبتلكم مثالين كل واحد منهم ليه اتجاه واحد بيفصص اللي بيقوله الرئيس على انه مهاجمة شديدة للاسلام دائمة لانه يناصر اليهودية ده بقى عايز ايه يحطه في خانة تانية عايز ياخد صورة رئيس جمهورية مصر العربية ويحطه بقى في انه ايه عايز يناصر اليهود بكل صورة فيحطه في خانة اخرى امام المصريين اللي بيحبوه علشان احنا عندنا مشكلة الناس في مصر عندها مشكلة مع فكرة اليهود برضو جات منين من الاسلام من الاسلام اليهودي انسان زيه زيك خلقوا ربنا ما تحبوش ليه ما تتعاملش معاه ليه ما تعرفوش ليه انت تعرف ايه غير اللي قالو اللي قالو لك محمد عنه صدقنا خرافات خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونشوف بقى ايه الشيخ ده بيزبطها ازاي يدعو المصريين لاعادة النظر في الموروث العقائدي وهذا الكلام وان كان ظاهره يبدو طبيعيا لكن في الحقيقة لما بنستعرض التاريخ الخاص بعبد الفتاح السيسي تحديدا فانا هنا اريد ان اطرح عليه سؤالا لماذا دائما تتصدى انت للهجوم على المقدس العقائدي عند المسلمين تحديدا وما هي حدود علمك التي تسمح لك بذلك انا اكاد ازعم انك لا تعرف كوعك من بوعك فان كنت تعرف كوعك من بوعك فهل تعرف حكم بول الصبي انت لا تعرف الف باء في الفقه ولا في العقيدة ولا في التفسير ولا في الحديث طيب يعني اولا الشيخ ابتدى بانه الكلام ده شكله طبيعي لكن خلينا نبص لتاريخ المتكلم انا اسفة جدا الكلام ده شكله طبيعي لانه طبيعي لانه طبيعي عند كل الناس هو مش شكله طبيعي هو كلام طبيعي بالعكس ده كلام عائل جدا وكلام منفتح جدا وكلام لم نعرفه منذ سنين طويلة فحضرتك معترض عليه ليه ظاهره طبيعي هو انت معترض عليه لان ده يهدد العرش الاسلامي اللي انت قاد عليه يهدد عرش السيطرة على افكار الناس وقلوب الناس وحياة الناس واختيارات الناس لانه يهدد بانه يكشف للعامة فظائع الاسلام اكاذيب الاسلام خرافات الاسلام ما هو اندرس وجد ومن جده وجد يعني مش كده فيروح اقول لك ده تاريخه انا بسألك بقى ليه بتتصدى لعقائد المسلمين تحديدا لان عقائد المسلمين تحديدا هو ما يقود الشر والارياب في العالم اليوم لما قال في اول مرة يعني مليار ونص شخص عايزين يسيطروا على افكار الناس كلها ده حقيقي وعني يقول له وما هي حدود علمك هو انا عايز افهم هو حضراتكو بتقيسوا حدود علم الانسان ازاي ويعني كل واحد يدرس لازم يروح لشيخ لشيخ من شيخ الازهر كده ويقيسوا بالمسطرة يقول له انت حد علمك كتنين سانتي وانت بقيت ثلاثة تقدر تتكلم في ده بس ما تتكلمش في ده وباني يقولك ما هذا الخبل وما هذا الهراء الخبل والهراء هو ما يخرج من افواهكم عن تقديركم لفهم ومقدار فهم الانسان حتى يستطيع انه يتكلم يعني دي كارثة يعني في الغرب اي حد بيتكلم بس اذا كان عنده حاجة يقولها يعني بس بيتكلم على قده بيفكر وبيقرأ وبعدني روح متكلم يقولك انا عندي رأيي في الحتة دي كده ورأيه يحترم ما يتقلوش انت حدود علمك ايه يعني محدش مثلا محدش بيقولك انه ده دكتور ها يديك ده غلط لا يا سدزة انتم ليس في يدكم مفاتيح ايديكم مفاتيح السماء فأما تسأل شخصه تقوله انت اي حدود علمك وانت روح اقل له ايه انت انت منتش عارف كوعك من بوعك هي بوعك دي كلمة احنا بنستخدمها النهاردة يعني ولا ايه يعني ايه يعني بتعمله امتحان لغة يعني لازم اللي يتكلم في الاسلام يبقى ضليع في اللغة لا مش لازم على فكرة معرفة اللغة شيء مهم جدا ولكن معرفة يعني معرفة اللغة شيء مهم ولكن انا استطيع اني ادرس في امور محددة مثلا تخص الاخطاء اللغوية في القرآن واخصص لها دراسة خاصة حتى ولو اني مش ضليعة في اللغة واخدر افهمها كويس جدا فعاف لكن انت اساسا ما بتخليش الناس تدرس وحطت الناس في يعني ملفات كده دول عامة دول جهلة دول كذا والعلماء بقى عندك العلماء كده واني يقوله هل تعرف حكم بول الصبي طب هو يعني 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 اولا ايه همية انه يعرف حكم بول الصبي عشان يعني يمسحه ولا يمرطه ولا يضغسل الثوب ولا ايه علشان يصلي يعني الكلام ده كان زمان يا اسدزة لما ما كانش عندك مية النهار ده لما نقطت اي حاجة مش نضيفة بتنزل على الهدوم بتروح قلحها وحطتها في الغسالة وخلاص يعني كمية دي الفكر في تقديم ما تقدمه مرعبة ويقوله انت لا تعرف الالف من الباق في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث اتعرفك على فكرة من المدهش النهار ده انه هناك الكثير من الناس اللي اخدوا على عاطقهم دراسة الاسلام ودراسة الفقه والتفسير والحديث وتدخل كده بقى في البالتاك والكلاب هاوس والناس دي انا بقى افاجأ انه في شباب ما بين العشرين والتلاتين عندهم فهم انا مش انتم اللي افكاركم ضيقة فعايزين تضيقوا على الناس خليني اشوف الفيديو اللي بعد كده وده بقى الشيخ التاني الصنف الاخر والاختر الشيخ الاولاني كان بيقوله انت انت اصدق مصاحب اليهود فيؤجج مشاعر الناس اللي بتحبش اليهود الشيخ ده بقى دخل بقى في الصلب على طول انت قلت كده تبقى وده حكم شارعي خلينا نشوف السيسي يريد ان يحارب الوعي الديني الموجود في المجتمع المصري خلينا نكون صرحاء عموم الناس يكونون جهالا يعني والله تبارك وتعالى ارشدهم لذلك قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لانه لا يبقى عموم الناس بهذه او بدرجة مرتفعة من العلم او الثقافة خاصة في امور الدين كل واحد تخصص في عمله ومجاله ثم هو بعد ذلك في بقية الامور ومنها امور الدين يكونوا فيها سطحيا هامشية هو بيقول كده انه يعني السيسي عايز يحارب الوضع الديني الموجود في المجتمع صح الوضع الوعي الديني الموجود في المجتمع ده هو مخباش الحقيقة وكلنا لازم نحارب الوعي الديني الموجود في المجتمع لانه ضحل ولانه مؤدل ولانه يعني انتو بتدول الناس بالقطارة انتو حاطين الناس في سلاسل وتقول لها امشي مين امشي سماء شمال ما تطلعش عن الحتة دي ما تطول شهنة وهكذا وبهاني بيقولك يعني خلينا واقعيين هو عموم عموم الناس جهال بسبب انكم اخدتوا من ايديهم البحث والفكر ومعرفة الله انتم يعني زي ما بيقول الكتاب كده انه اله هذا الظهر اعمى ازهان الناس فانا بقول انه اله هذا الظهر اللي هو الشيطان الموجود في ما تعلموه للناس هو اللي اعمى ازهانكم فاعميته ازهانه ويقولك وين يروح عال بس يعني هم عندهم برضو فرصة اسألوا اهل الزكر ان كنتم لا تعلمون يعني اذا كان حضرتك من اهل الزكر وشكلك كده يعني مش شكلك اصل شكل تفكير كده وانت نفسك محدودية تعليمك كله فقال الله وقال الرسول انت كل شغلتك اما حد يجي يقولك حاجة تقول لا بص ربنا قال ايه بقى اهو كده بس بالطريقة المحددة المعينة اللي انت تعلمت بيها حسب انت شفعي ولا ملكي ولا دا ولا دا انت لكن ليه مش من حق كل شخص انه يبحث هو عايز ايه يعيش ازاي اسألك انت ليه من عندي كتب الدنيا موجودة اسألك انت ليه ايه قمتك انت الروحية ايه نتائج حياتك علشان انظر ليك واشوف انك انت تسأل يعني انت واحد تناصر الجهاديين مثلا هذا الشيف يناصر الجهاديين وعايش في تركيا ليه هيقولك قصة كل واحد بيتخصص في حاجة من امور الدنيا يعني فيكون ايه يجي قدام الدين يبقى سطح يهمشي يبقى سطح يهمشي لانه لا يجد ما يروي قلبه في هذا الدين خلينا نكمل عشان نشوف بقى ايه حيتدرك بقى في الفكرة بتاعته ازاي نشوف الفيديو اللي بعد كده الشاهد انه يريد ان يزيف الوعي لا يريد ان يزيد الوعي هو يريد ان يعكس الامور هو يعلم ان عموم الشعب المصري بفطرته يميلوا الى الاسلام يميلوا الى الدين يميلوا الى الشريعة رأى ذلك بام عينه عندما كان الملايين يؤيدون حازم صلاح ابو اسماعيل لانه رفع شعار الشريعة ورفع شعار الاسلام ويرى ذلك الان عندما يحتفل المصريون بما يحدث في افغانستان يفرح المصريون بما يفعله او بنصر اخواننا الطالبان على الامريكيين يعني هل يكفي العبارات اللي قالها دي عشان تعرف انت ده شخص تحب تتعلم منه ولا لا يقول لك اسأله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يقول لك هو عايز يزيف الوعي لا هو مش عايز يزيف هو عايز يصلح الوعي كلنا عايزين نصلح الوعي لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده زائف انت خدت قطاع صغير من الناس كانوا فرحانين اوي بابو اسماعيل لانه عايز الشريعة عشان انتو تحتوا على الناس بالزيت والسكر عشان تقول لهم الشريعة اللي هتعدل حياتكو والحكم الاسلامي اللي هيعدل حياتكو وبعدين رح لزقها يقول لك شو بقى اصول الشعب المصري ازاي الشعب المصري يفرح بنصر الطلبان في افغانستان يا دي المصيبة يا دي الكرسة انك تكون شايف موت الناس على الارض واختيار الناس انهم يهربوا من البلد بالالاف علشان مش عايزين يعيشوا تحت هذا الحكم وانك تكون بتشوف ازاي بلد تهرأت والكل بيتقاتل عليها بسبب الاسلام وتقول لك نصر الطلبان يعني حضرتك يعني هو نفس مستوى التعليم مستوى التعليم والفكر واحد ده اكيد ازهاري سلفي يعني ايا كان معرفش تعليمه ايه لكن تركيزه في التعليم كان على الفكر الاسلامي والتعليم الاسلامي والتراث الاسلامي وادي النتيجة ادي النتيجة ادينا شايفين النتيجة في افغانستان انا ما اعتقدش انه المصريين كانوا فرحانين بنصر الطلبان الا المصريين اللي من النوع ده ويجب ان احنا نفكر انه يعني اللي حصل في افغانستان ده ممكن يحصل في مصر ممكن يحصل في مصر إذا لم يتغير الوعي الديني في الشعب المصري خليني أقول إنه اللي حضرتك بتقول عليه نصرة الدين ده هي عين الفوضى في أفغانستان هي الفوضى على حقها في أفغانستان وكل دولة إسلامية دخل فيها الحكم الإسلامي كانت فوضى عارمة إما فوضى مستترة من الداخل كده زي ما كانت السعودية فوضى في الداخل كانت فوضى في الداخل لكن النهاردة السعودية فتحت الباب للمعرفة للعلم للتقدم للتغيير لإدخال المرأة في كل يعني مناحي واتجاهات الحياة فحيبقى فيه تقدم فيه بلاد كانت فوضى في الداخل وفيه بلاد بقى فوضى على العلن يعني خلاص بص هتلاقيها فوضى على العلن ما حدش عارف مين بيحكم مين ولا حد هيعيش النهاردة من بكري شوف بقى الزبط بقى في الفيديو الأخير بتاعه نشوف الفيديو هذه هي تصريحات السيسي حول موضوع الاعتقاد ولا بد أن نفكر ولا بد أن هكذا إيه رأيك في هذا الكلام شكرا مصطفى طبعا هذا الكلام كفر واضح وصريح لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا السيسي بيقول لهم لأ لازم تروحوا لمنطقة الشك لازم تشكوا في دنكم عشان بعد كده لما تخشوا فيه تخشوا وإنتم معتقدين اعتقاد صحيح أو إنتم مقتنعين بيه بقول له بقى يا سيسي اللي يموت في الوقت بتاع الشك ده حكمه إيه اللي يموته هو شاكك ربنا صحب على وضح في حين أصلا يا شيخ مصطفى شخ مصطفى حتى الناس العامة الناس المسلمين زي ما هو بيقول بالبطاعة والوراثة هم عندهم يقين بصحة يعني كم الهراء في النص دقيقة دي غير عادي عشان تعرف أنه الفوضى في داخلهم كمان يعني فوضة الفكر حتى موجودة في داخلهم وده نتيجة اللخبطة الإسلامية أولا أول حاجة قالها حاجة خطيرة جدا أنه هذا كفر واضح وصريح وهذا أيضا تصريح مماثل للي تقال على فرق فودة يا أسادزة خلينا وعيين وده اللي كان سبب قتل فرق فودة ربنا يحفظ رئيس مصر ويحميه من كل شر في اسم يسوع على فكرة كلنا بنصليله الواعي العارف الفاهم هو بيكلم مين أنا بكلم الإله ملك الملوك أنه يحمي هذا الرجل وأنه يد الشر لا تمتد عليه لأنه بيقول كلام يعني أنا مليش دعوة بيعمل إيه سياسيا مليش دعوة بالسياسة أنا بتكلم على النقطة دي لكن أنا بقول أنه ربنا يحميه لأنه حيفتح الباب لأنه الناس تبتدي تفكر وتختار فأنت تيجي تكفره وتخلي تخلي واحد يعني مؤدلج من اللي تابعكم يحاول أنه هو يأذيه أو يتخلص منه لأنه ده شرع الله يقول لك ده كفر واضح وصريح أنت كفرت رئيس جمهورية مصر العربية وإنت على فكرة مش واحد يعني بس ده يدول على المنبع اللي أنت بتستقي منه أنك ترى أن حرية الناس في الفكر تهددك ولكن الحرية حتنتصر والفكر الصحيح والمستقيم حينتصر في الآخر يعني بيقول لك أنه السيسي بيقول لك لازم ترتابه لأ هو ما قالش لازم ترتابه قال لك فكر فكر اقرأ ابحث ما يبقاش حرام إنك تبحث ما يبقاش الشك لو شكت أنت كافر إزاي يقول لك إنه القرآن بيقول ولم يرتابه طب هتعمل إزاي دي حضرتك يعني عشان تفهم إنه هذا الإله ليس فاهم لقلوب الناس إذا كان المسيح نفسه عاش مع التلاميذ وتومة قال لي أنا طبيعتي شكاك فأنا مش هآمن إلا لما شوفه وحط إيدي في جنبه كمان فربنا بنفسه المسيح بنفسه جاله وقال له تعالى يا تو هت إيدك حطها في جنبي أنا هو أنا هو الله لا يستحي إنه يعلن نفسه لأحباءه وللناس اللي هو طالب إنه هم يعرفوه ربنا ما حرمش إنك تشك فتفكر فتصل إلى استقرار القلب والإيمان الحقيقي فاللي يموت شاكك ولا مش شاكك ده مش زنبه عند الريس يعني مش زنبه عند من قال أو من 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 حاول إنه يعد الناس إلى مرحلة أفضل من الحياة الحرة والفكر الحر ويقولك بقى إنه معظم الناس البسطاء عندهم يقين بصحة الإسلام ده كلام فاضي أي إسلام الذي يعرفه البسطاء ده أنت عندك ناس ما تعرفش اسم الرسول إيه ده أنت عندك ناس مش حافظة آية قرآن يقولك أنا لأ يعني أنا أنا مسلم والحمد لله والحمد لله على نامة الإسلام ومعظم البسطاء معظم البسطاء لا يفقهون معنى الإسلام وإنت عارف كده والكل العالم الآن يرى ده والعالم الآن يرى أنه ربنا فتح قلوب البسطاء لمعرفته الحقيقية وبقى عندنا ملايين من العابرين في العالم كل معلومة بس لحضرتك يعني والكل اللي مرعوبين من التفكير الفيديو اللي جاي فيديو الرئيس سيسي قال فيه كلمة مهمة جدا خلينا نسمع اللي قال ونعلق عليه نعم تكلفة مصلحة أستاذ عزة تكلفة هائلة يتفحها المصلح يتفحها إيه؟ المصلح لأي ممكن أبد المصلح يكون محل رضا من الآخرين ليه؟ هو بيتكلم عكس الطبيعة وعكس المصار اللي الناس باشي فيه طيب قبل ما أعلق على الفيديو ده لأنه الفيديو ده بقى هو الكلام الكبير أوي أنا عايزة أن نحن نخرج مع فاصل وبنبهكم للإعلان عن الحدث المهم اللي حيكون قريبا لأول مرة على قناة الحياة تفضلوا ترقبوا البث المباشر على قناة الحياة لحدث رجل أفضل في 18 سبتمبر 2021 ينضم إلينا الفائز بجائزة الأوسكار دينزل واشنطن أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا المغني الحائز على جائزة جرامي توبي ماك وفائز بجائزة دايتون 500 مايكل ماندول وكذلك القس برنا حدث عالمي تعرف على ما يعني حقا أن تصبح رجلا أفضل ترقبوا هذا الحدث على قناتكم المفضلة قناة الحياة بشجعكم أنكم تحطوا على جدولكم مشاهدة هذا الحدث يوم 18 سبتمبر بس الحقيقة ما كانش هيكون فيه أفضل من الفيديو دا يتحط بعد الفيديو اللي تكلم فيه الرئيس عن أنه كل واحد بيقوم بإصلاح أو بيقوم بعمل هام بيدفع تمنه الناس دي اللي انتوا حتشوفوها دفعوا تمن يعني لإيمانهم بأشكال مختلفة كتير ولكنهم أصروا أنه إيمانهم يفضل معلن فأرجع بقى للي قاله الرئيس السيسي أنه مش ممكن اللي احنا بنحاول أن احنا نعلمهم معنى الإصلاح حيتطفقوا معانا إلا إذا تغير منهج التفكير عندهم إلا إذا تغيرت قلوبهم وأفكارهم وبقى عندهم من فتاح فطبعا المسلح بيدفع واللي بيختار الإصلاح بيدفع تمن كبير أنا بشجعك أنك أنت وإنت ما تخفوش من أنكم تاخدوا الخطوة لإصلاح حياتك الشخصية أنت الأول أنت وأنت الأول علشان يكون عندك مجال تفهمي فتختاري فلا تعيش في هذه الفوضى الإسلامية ويكون لك حرية الحق تعرفون الحق والحق يحرركم الشيوخ وحماة الدين بيدعوا أن الدعوة إلى الوعي هي دعوة إلى الفوضى وأن بقاء الناس تحت غطاء التبعية للإسلام هو حماية لكن الحقيقة أن هذه الحماية ليست للناس بل لهم هم لأن الوعي هو بداية الطريق للتغيير لكن إذا نظرنا للمنظومة الإسلامية بنشوف أنها الفوضى في عينها الفوضى بعينها أفغانستان النهاردة فوضى هذا الصباح النهاردة أخبار عن حرب بين المقاومة الأفغانية وطلبان الأمريكان خرجوا أول مبارح والنهاردة ابتدت حرب الشوارع ليه؟ نزاع على ما أظن أنه الإسلام وأنا أظن أنه حقي بس داخل طلبان فوضى وحرب مع الناس مع داعش مع القاعدة فوضى مدمرة فوضى مدمرة لكل ما تمس لكن النصر للإسلام وتمكين الدولة الإسلامية والإمارة الإسلامية والخلافة الإسلامية ليه هؤلاء لا يريدون أن يكون عندنا وعي ديني؟ لأن الناتج عن هذا الوعي أو هذا الدين ينتج إرهابيين من هذا القبيل يعني خليني أعيد الجملة تاني أنه الناتج عن التعمية التعتيم على دراسة وفهم والوعي الديني أنه الناتج من ده ينتج إرهابيين يعني مستعدين لأنهم يموتوا في سبيل الإسلام من هنا دي بس الفكرة اللي هم عايشين لها بس وناس تؤدلج الآخرين فيعملوا ناس أصبحوا أدوات تدمير وهم نفسهم هؤلاء الشيوخ أصبحوا أدوات تدمير النهاردة صباحا خبر من نيوزيلندا إرهابي مسلم من سريلانكا طاح يطعن الناس بسكينة طعن ست أشخاص ليه؟ لأنه أصبح بلا وعي ذاتي خالص ما عندهش وعي ذاتي ولا وعي حقيقي ديني هو كل ما يفكر فيه أنه ينصر الإسلام ولا أيضاً وعي مجتمعي بل هو أداء أدات فوضى وتدمير يعني هو عايش في مجتمع في نيوزيلندا عنده حقوق تساوي الجميع ومجتمع احتواه ولكن يتجه إلى هذا المحتوي بالسكين لأنه مجتمع كافر كل يوم فيه خبر في الداخل والخارج بيدل على فوضى عارمة ومدمرة داخل المنظومة الإسلامية آينا المنبع المصدر هي تعاليم تحض على يعني هل التعاليم دي بتحض على النقاء والصفاء والكرامة والسلام والعفة؟ لا طبعاً لا طبعاً احنا كل يوم بنسمع عن ستات بيموتوا على أيدي الأهل القوامين عليهم بأمر القرآن وعندنا شيوخ المسلمين بيتكلموا عن رضاع الكبير والمحارم وغطي شعرك وطولي الجلبية وهو يقصر يا الطول هو يقصر ويقولك عفة الستات وعفة النساء وهو لا يتكلم إلا عن أعضاءهم التناسلية الشيخ اللي بيقولك لا تستفزي ذكورتي وهو كل يوم ينشر له صورة في الجيم وواقف بقى يعني عرقان في الجيم واحد كتب تويتا كده بيقول إيه؟ بيقول إنه أنتم ترون إن العلمانية والحرية والإلحاد إنحلال أخلاقي وهم يحللون وأنتم يعني بتحللوا زواج أربعة وطفلة وملك يمين وسبايا ورضاع كبير والرديعة وغلمان مخلدون ويرى إن أي امرأة أدات جنس ويحلم بنكاح النساء في الآخرة شايفين التقابل؟ لازم نبحث ونسأل ونعي ونقرر لأنفسنا ما يليق بمعرفة الله شوفوا يعني عندنا فتوى هبقى حطها لكم على النت فتوى بالزواج من البنتك في الزنا فيقولوا أيوة الشفعية محللنها لو كنت جوزتها والعقد صح يبقى وإنت نيتك إن العقد صح يبقى جوازك سليم يا دي المصيبة الكتاب بيقول إن عدو الخير أتى ليدمر ويهلك ويسرق ويقتل ويسبح فيدمر خليقة الله للإنسان اللي خلقوا ربنا وأعطاه سلطان نعم أنت وأنا عندنا سلطان على التغيير وعلى عدو الخير نفسه إبليس نفسه عايز أقول لكم جملة سمعتها بيقول كده إن يعني أكمل جملة إذا وعينا لأنفسنا وعرفنا الله الحقيقي نبدأ طريق الحرية أنا بصلي إن حرية الله الحقيقي المسيح ملك الملوك تحرركم وتملأكم بالوعي بحضوره اليوم إلى اللقاء